موسيقى 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 سلام عليكم مشاهدين و اهلا بكم الى معرض الصحافة لنهار اليوم 17 افريل من سنة 2024 جولتنا في الجرائد نستهلها بجريدة المساء الجزائرية والتي تطالعون فيها بمنهج واضح ومقاربة ثابتة الجزائر في العمق الافريقي ثقل استراتيجي وحرص على الارتقاء بالوضع الاقتصادي للقارة يا سمراء اشادة بامكانيات الجزائر واجماع افريقي على دورها الفاعل سياسيا واقتصاديا واستراتيجية واضحة لتجنيب القارة لانقلاباتها العسكرية والتدخلات الخارجية في ذات اليومية الجزائرية تطالعون الرئيس عبد المجيد تبون يستقبل رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بعثوا المسار السياسي للنزاع السحراء الغربية في محادثة عطاف مع ديمستورا بنيويورك الى جريدة اخرى مشاهدين وجريدة القدس العربي وصدر صفحة الاولى عنوانة الجريدة غزة اسرائيل قتلت اطفالا كانوا يلعبون واستهدفت الشرطة مجددا حصار واعتقالات في مراكز نازحين في بيت حنون واجبار نساء على خلع الحجاب في ذات الجريدة ايران تحذر من رد مؤلم ومساعي امريكية واوروبية لخفض تصعيد وفرض عقوبات خلافات في مجلس الحرب واسرائيل لا تطمئن دولا عربية في ذات الجريدة بنكفير ينشئ وحدة لملاحقة المتضامنين السلام الان ارهابي وخطوته فاشية تطالعون في ذات اليومية يومية القدس العربي اسرائيل تستخدم اصوات كاذبة لبكاء اطفال ونساء لاستدراج الغزاويين وقنصهم نيويورك تايمز تحضر على صحفيها ذكرها لبدل جماعية والتطهير العرقي وكلمة فلسطين الى جريدة اخرى مشاهدين وجريدة العربي الجديد والتي تقرؤون فيها الاحتلال لا يستأنف حرق بيت حنون الجيش الاسرائيلي يتوغل في بيت حنون ويستهدف مراكز الايواء والمكتب الحكومي بغزة الاحتلال يسعى الى افراغ المدينة وشرقي جباليا وفيها شهداء في غرات وسط القطاع وغرب رفع والشباكات المحتدمة في المغارقة والامم المتحدة اسرائيل ترفع او تفرض قيودا على المساعدات المانشت من ذات الجريدة مشاهدين شمل غزة عودة الخبز فبعد انقطاعا استمر اشهرا عاد الخبز الى موائد الفرسينيين في شمال قطاع غزة اذ تمكن برنامج الاغذية العالمي من توفير الدقيق والوقود لبعض المخابز التي شهدت طوابير طويلة من المواطنين وللمرة الاولى منذ اشهر في ظل الحصار والابادة والتجويع التي فرضها الاحتلال الاسرائيلي على شمال قطاع غزة تناول اهالي شمال الخبز وشعر الاطفال بالشبع بعدما اضطروا الى تناول خبز مصنوع من اعلى في الحيوانات الى جريدة اخرى مشاهدين وجريدة القبس الكويتية والتي تقرؤون فيها وصفحتها الدولية تقرؤون فيها امريكا تتوقع ردا صهيونيا داخل ايران وايضا تضغط لفرض عقوبات وحملة دبلوماسية صهيونية ضد طهران قبل الرد العسكري وولد ستريت قادة مجلس الحرب لا يثقون ببعضهم والاحتلال الصهيوني يغتال قياديا في حزب الله بغارة على سيارته وفي ذات اليومية الكويتية قراصنة ينشرون بيانات صهيونية حساسة والاحتلال يؤجل اجرياح رفح بعد ان اوشك على البدء غارات على دير البلح والنصيرات وقصف محيط مراكز الى جريدة اخرى مشاهدين وجريدة الغد الاردنية وتعنون اجراءات تشي باستعداد الاحتلال لشن العدوان على رفح شعب الفلسطيني يحيي يوم الاسير على وقع استمرار حرب الابادة الجماعية ضد غزة ايران قدمت لنتنياهو فرصة ثانية على طبق من ذهب وسيناريوهات عديدة لرد الاسرائيلي على الضربة الايرانية بايدن وطرمب من استفاد انتخابيا ومن خسر بضربة ايران لكيان الاحتلال جريدة والعرب القطرية نختم بها مشاهدين وتقرؤون فيها نيتنياهو نيتنياهو لجنوده اسرائيل تضرب حماس بلا رحمة عدد الشهداء يناهز اربعة وثلاثين الفا واكثر من ستة وسبعين الف مصاب واسرائيل تطالب بفرض عقوبات تبلوماسية على ايران حزب الله تبنى شن هجوم جوي بمسيرات انقضاضية على شمالي الكيان وبهذا مشاهدين ناتي وإياكم إلى طي أوراق معرض الصحافة لنهار اليوم شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة نلتقي بإذن الله